السلام عليكم رح نكمل معكم في الانالجيزك اللي هو المسكنات رح نبدأ معكم بأول مسكن لطيف اللي هو البارستامول او بحكوله بنادول او الريفانين هذا المسكن موجود في كل بيوتنا باستخدمه اللي صغير واللي كبير رح نحكي بهذا الفيديو عن الميكانزم اف اكشن كيف يشتغل عنا و رح نحكي عن اليوزز طبعونا و الفيديو اللي بعدين ان شاء الله رح نحكي عن الدوزز و رح نحكي عن البدائل طبعونا و رح نحكي كمان في فيديو لحال كيف نحسب جرعته للأطفال و نعلم كيف تحسبوه عن طريق الويت و عن طريق كيف تحسبوه بين الويت و المل ان شاء الله خلونا نبدأ يا جماعة بالميكانزم اوف اكشن هلا كيف بيشتغل بارستامول اول اشي البرستامول بيشتغل عن طريق شغلتين اول اشي هو انالجيزك وهو انتبايرتك انالجيزك يعني مسكن مسكن الالم تمام انتبايرتك اللي هو خافض للحغرة هس هو انالجيزك هو يستخدم للمالد تو مدرة بين يعني البين اللي بيكون كثير خفيف طبعا انه البين فيه لقص اصناف في مال في مدرة فيه سيفير فاحنا المكون مدرته سيفير منفضل نستخدم الانسدس او نفضل نستخدم اللي هما المورفين وهي الكادوكري التانيين اما اذا كان البين خفيف ممكن مثلا انه الشخص يستحمله لنستخدم معه اللي هو البارستامول هلا كيف بيشتغل البارستامول بيحكوا انه البارستامول بيشتغل على بروح على البلد برين باريور تمام وبعمل البلوك للسايكلو اوكسينجينيز كوكس ثري حكينا في عنا كوكس وان في عنا كوكس تو وفي عنا كوكس ثري مميز موجود بالبرين في الدماغ تمام البارستامول بعمل انهيبيشن للكوكس ثري اذا لما نعمل انهيبيشن للكوكس ثري بالبرين تمام بالتالي الكوكس بشكل عام مسؤول عن تصنيع حكينا شو اللي هو ايش البروستغلاندن حكينا كوكس وان كوكس تو شو بيشتركو برضو كوكس ثري بالبروستغلاندن بروستغلاندن هو هادو بسموه هو المسؤول عن الفيفر هو مسؤول عن البين تمام لما احنا نعمل انهيبيشن له بالتالي منخفض عنا اللي هو الالم منخفض عنا الحرارة وكمان يجمعه بيشتغل عن طريق انه بيقلل البين يعني بيقلل وصول الالم للدماغ او لمنطقة الدماغ فبقلل عنا اللي هو الالم وكمان يجمعه ووجده انه البارستامول بيزيد نسبة السريطونين ليبل تمام اذا هو اهم اشي بالميكانزم طبعه انهو بيعمل انهيبيشن لسايكل اوكسجينيز كوكس ثري ان ذا برين هلأ شو بيستخدموه يا جماعة البارستامول حكينا بيستخدموه للماء لمدرة بين البين اللي ممكن الشخص يستحمله في الفيفر ايش تعليف الفيفر يا جماعة الفيفر النورمال الفيفر للانسان اللي هو يكون عنا من 33.4 ل 37.2 سيليسيوس تمام اكثر من هيك بيصير عنا اللي هو الفيفر فهو بيستخدم للفيفر بيستخدم لأعمال صغيرة للاطفال ممكن يستخدموه من عمر يوم تمام البارستامول كثير سيف للاطفال ويستخدم حكينا في علاج البين حكينا مال لمدرة بين حكينا بالفيفر حكينا النورمال ايش النورمال الفيفر للشخص اللي هو 36.4 ل 37.2 تمام اكثر من هيك نسميها طبعا الفيفر او الحرارة تنقص عن طريقة اشياء عن طريق الريكتل عن طريق التم الاورال وعن طريق تمام وكل واحد له قراءاته وعن طريق القراءات طبعونهم بتحدد انه اه للشخص عنده حرارة اولى حكينا مستخدم للبين حكينا مال تمودرة بين حكينا بالاسترو اوستو اريثرايتس اللي هو التهاب المفاصل تمام هذا بيكون عن الشخص عنده التهاب في المفاصل فاحنا بنعطيه انه بتوصي انه بهذا المرض مستخدم عنا اللي هو البارستامول تمام بيستخدم بيض برضو كمان لالالام لالام الظهر اللي هو اللور باك بين اذا مشكل عامة جماعة هو بارستامول هو مسكن خافض للحرارة يستخدم في علاج الالام الخفيفة المستحملة وكمان هو يعني البرستامول سيف لنستخدمه للحامل وللمرضع تمام وبس هيك يا جماعة حكينا لكم عن الميكانيزم حكينا لكم عن ان شاء الله بالفيديو اللي بعديه راح احكي عن اللي هو البدائل والجرعات ورح نحكي لكم كيف تحسبوا جرعته للاطفال وشكرا لكم يعطيكم العافية ولا تنسوا تدعمونا ودعينكم اي اقتراح يعني اي اشي حاب اشرحه احكي عنه اي مادة بالصيدة اللي حابين اشرحها يلا تكتبوا ليها في التعليقات والسلام عليكم